ينضم معنا في الستوديو الباحث السياسي مبارك أهل عاتي أهلا بكم سيد مبارك أهلا وسهلا بكم السيد مبارك بداية سيد مبارك هذه زيارة تاريخية لخادم حرمي شريفين إلى موسكو كيف تصف لنا المشهد السياسي في موسكو وما هي مجريات اليوم الأول في قراءتكم بالفعل أنا أعتقد أن سيد خادم حرمي شريفين ومن خلال هذه الزيارة هو يدشن مرحلة جديدة في تاريخ علاقات البلدين العملاقين وأنا أقول هذه الكلمة بكل ثقة المملكة العربية السعودية تعتبر قائدا ورائدا ليس في المنطقة العربية والإسلامية فقط بل أصبحت قطبا اقتصاديا وسياسيا على مستوى العالم ومؤثر على مستوى العالم في مجريات الحداثة الاقتصادية والسياسية إضافة إلى ذلك أن روسيا أيضا هي القطب الآخر في العالم فبكل تأكيد أن التقارب السعودي الروسي من شأنه أن يحدث توازن جديد واستقطابات جديدة على مستوى المنطقة وعلى المستوى العالمي الدولي أيضا من شأنه أن يحدث تعديل في موازين القوى ومن شأنه أيضا أن يدعم من الموقف السياسي الصلب للمملكة العربية السعودية وتحصل المملكة من خلال هذه الزيارة على دعم سياسي من عملاق قوي كروسيا مؤكد أن المملك يحفظه الله وهو يزور روسيا في هذه الزيارة التاريخية التي تعتبر أول زيارة يقوم بها عاهل سعودي منذ تسعين عام تقريبا والزيارات المتبادلة كانت على مستوى ولي العهد أو وزير خارجية أو رئيس السخبارات ثم الرئيس الروسي عندما زار المملكة بينما هذه الزيارة بالفعل هي أول زيارة يقوم بها عاهل سعودي إلى روسيا منذ تسعين عام مؤكد أن هذه الزيارة ستعيد ترتيب كثير من ملفات المنطقة نظرا لما تقوم به المملكة العربية السعودية من دور سياسي هام في هذه الملفات ونظرا لما تتمتع به روسيا أيضا من ثقل ومن فاعلية في تلك الملفات نعم سيد مبارك الآن هناك سياسة في التوازن تستخدمها السعودية بين الشرق والغرب نرى هناك اتفاقيات وشراكات في الولايات المتحدة وأيضا اليوم نعقد شراكات واتفاقيات في روسيا العظمى دولتين عظيمتين في العالم كيف تجد هذا التوازن السياسي الذي تقوم به المملكة العربية؟ بلا شك أن المملكة العربية السعودية هو تقريبا منذ ثلاثة عوام بشكل واضح نجحت في تعديد سلة تحالفاتها ورأينا الحقيقة الجولة الناجحة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين في آسيا ثم الجولة أيضا التي قام بها سمو الأمير محمد بن سلمان سواء إلى روسيا أو عدد من الدول الأوروبية ثم الزيارة التي قام بها أيضا الأمير محمد ولقاه بالرئيس ترامب بعد توليه سدة الحكو في البيت الأبيض والزيارة التي قام بها ترامب كأول مرة يقوم بها خارج واشنطن إلى الرياض مما يؤكد أن المملكة العربية السعودية الدولة تملك قرارها السيادي وتملك تنفيذ ذلك القرار خارج حدودها فمؤكد أن المملكة العربية السعودية نجحت في تعديد سلة التحالفات مع القوى الدولية المؤثرة والفاعلة على مستوى العالم سواء في الصين أو موسكو أو واشنطن وهذا يؤكد أن المملكة العربية السعودية تملك القرار السياسي تملك أيضا تحديد مصالحها الاقتصادية وتملك أيضا إيجاد سبل حلول الملفات التي هي بالفعل تتصدى لها سواء في المنطقة أو على مستوى العالم الاسلامي هناك حدث مؤتمر صحفي بين وزير الخارجي السعودي والنظير الروسي خرج المؤتمر بمجموعة نقاط من ضمنها أن السعودية والروسية اتفقان على ضرورة الحل في سوريا وكذلك تأييدهم لمحادثات السيتانو والحفاظ على وحدة سوريا وسلامتها كيف تجد هذه التوافق في وجهات النظر بين السعودية وروسيا وهم دولتان السعودية جارة لروسيا وكذلك روسيا لها وجهة نظر قوية في سوريا في نقطة مهمة أخي محمد يجب توضيحها أن العلاقات السعودية الروسية كانت بالفعل يجب أن تقوم منذ سنوات نظرا للمصالح الاقتصادية الكبيرة الحقيقة بين المملكة وروسيا لتنطلق العلاقات على قاعدة متينة أنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية تقدر أن لروسيا علاقات متينة أيضا مع إيران لكنها تدرك أن لروسيا كامل الحق في تلك العلاقة أيضا روسيا تقدر للمملكة العربية السعودية أن لها علاقات عميقة وستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية فمؤكد أن هذا شرط يجب تحققه لانطلاق العلاقة بين العملاقين السعودية وروسيا على قاعدة صلبة وأعتقد أن زيارة سيدة خادم حرمي الشريفين حققت هذه القاعدة وحققوا مرحلة من التفاهم الذي سيبنى عليها الحقيقة مرحلة من التعاون الاستراتيجي العميق بين الدولتين والتي أكدها هذه الاتفاقيات الكبيرة التي وقعت اليوم المؤتمر الصحفي اليوم الذي انعقد بين السيد جبير ولافروف كان مرآة حقيقية لما دار بين خادم الحرمي الشريفين والرئيس بوتين من تفاهم بل أنا أجل أنه كان هناك اتفاق وتوافق حيال الملفات التي تهم المنطقة وتهم الاقتصاد العالمي أعتقد أن الملف السوري كان الاتفاق واضحا أو التوافق واضحا بين الرياض وموسكو حول سبل حل الملف بطرق السلمية وحول المحافظة على الأراضي السورية ووحدتها وعدم تقسيمها أيضا كان هناك اتفاق تام حول وحدة العراق ووحدة أراضيه وعدم ترك الانفصال أيضا أكد سيد خادم الحرمي الشريفين هنا على وجوب أن تكف إيران عن تدخلاته في الشؤون الداخلية للدول المنطقة ككل لأن هذا كان معوى الهدم حقيقي عانت من دول المنطقة ولا زالت تعاني أيضا من التدخلات الإرهابية التي تمارسها إيران والتي تتمتع بعلاقات مع روسيا أيضا كان هناك اتفاق على الملف اليمني حول سبل حل الملف اليمني بالطرق السلمية بالتوازن مع الجهد العسكري الذي يقوم به التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية أيضا كان هناك اتفاق واضح حول مكافحة التطرف وحول محاربة الإرهاب والمملكة الدولة قائدة في هذا المجال وهي الدولة الأولى تقريبا التي تقف مع التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب أيضا كان هناك اتفاق واضح حول سبل معالجة الملف الليبي وكان هناك اتفاق أيضا على سبل حل الصراع العربي الإسرائيلي أو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بمعنى أن الرؤية السياسية بين المملكة العربية السعودية وروسيا بدأت تصل إلى مرحلة الاتفاق حيال العديد من الملفات لا أقول كل الملفات لكن العديد من الملفات الهامة هنا موضوع مهم جدا وهو الاتفاق السعودي الروسي المملكة العربية السعودية تقود دول أوبكة أكبر منتج للنفط في منظمة أوبكة روسيا تعتبر أكبر منتج للنفط خارج أوبكة أعتقد أن الاتفاق الذي تم منذ أشهر بين الرياض وموسكو هو من أعاد الأسعار للنفط للارتفاع عندما اتفق على وجوب تخفيض الإنتاج وأعتقد أنه في واردهما تمديد ذلك الاتفاق بمعنى أنه كلما حصل اتفاق سعودي روسي كلما حصل هناك تقدم للعديد من الملفات السياسية ثم حصل هناك بناء لمستقبل اقتصادي واعد وكبير أنا أعتقد أن هناك مستقبل اقتصادي ضخم بيننا ينتظرنا مع لصقاء الروس رؤية المملكة 2030 بطبع أنها حاضرة في هذه الزيارة التاريخية كيف ستجد هذه الرؤية انتعاشها من المستثمرين الروس في الشرق الأوسط أو في المملكة العربية السعودية وفقا لهذه الرؤية التاريخية ينتظرنا رأينا الاتفاقية التي أشار إليها قبل قليل خبركم هناك كانت تفاقية الصندوق الاستثمار السعودي الذي سيستثمر في البناء التحتية سواء في موسكو أو في سراسبورغ أو العديد من المحافظات المدن الروسية سواء في النقل أو في الفضاء أو في العديد من الشركات إضافة إلى صندوق الاستثمارات الروسي الضخم أيضا والذي أعلن قبل قليل أنه سيستثمر في المملكة العربية السعودية والمملكة العربية السعودية دولة جاذبة لاستثمار الدولي تنعم بالاستقرار السياسي تنعم بذراع أمني قوي هي قبلة المسلمين وتتمتع بموقع جغرافي وجغرافي سياسي أيضا هام على مستوى العالمي وأهلها لاستثمارات ضخمة سواء من الأصدقاء الروس أو غيرهم من المستثمرين الدوليين المؤكد أن رؤية المملكة عشرين ثلاثين كانت حاضرة أثناء زيارة سمو الأمير محمد بن سلمان قبل أشهر أو خلال توقيع اتفاقيات اليوم بالمناسبة زيارة الأمير محمد بن سلمان هي من مهد لنجاح هذه الزيارة التاريخية التي يقوم بها خادم حرمي الشريفين المكسل من عبد العزيز والتي بدأنا نلمس نجاحها الحقيقة منذ اليوم الأول لهذه الزيارة من الحفاوة الواضحة في الاستقبال التي عاشتها موسكو منذ أسابيع وهي ترفع صور خادم حرمي الشريفين ثم الاستقبال والترحيب البالغ الذي أبدأ فخامة الرئيس فلاديمير بوتين أثناء استقبالها سيد خادم حرمي الشريفين مؤكد أن العلاقات البلدين ستشهد نموا كبيرا جدا سننعم بمزيدا من الرخاء الاقتصادي أنا أراهن أن هناك انفراجة سياسية حيال عديد من ملفات المنطقة ستتولد مع تنامي التوافق مع تنامي التوافق والترتيب السعودي الروسي الأستاذ مبارك العاتي الباحث السياسي كنت معنا للحديث حول هذا الموضوع شكرا جزيلا لكم